السلام عليكم خوتي وشارككم لباس بخير بوم كمشتو في العنوان على كل هالقولو لي بصحتك يا تغوفلت تغوفلت مالي جالمون تاخبوا انا تقول خارج من الغابة يا اخوتي بو الفيديو هدا رح نتكلمو مواضيع عدة رح نعود نسيت باش نقولها كنت موجودها في راسي ونسيت باش نقولها الوزير شباب والرياضة كيربيت عليه في الفيديو اللي فات كيهدر عليه وسموه ونتكلمو نقاط نعطين يعني خلاص دقة المباراة تبارك الله فيهم اللاعبين اللي جاء وعطوه المنتخب نعطوه تقييم لبعض اللاعبين او اجمال التشكيلة اللي دخلت اساسية هاكذا اخوتي نعطوه نعطوه تقييم متاحا بو نبدو بالرد التعيت اوازي الشباب والرياضة كما تكلمت له قتلوا ضربته واسمه ضربته سيدي موسا وضربته ضربته الملعاب تعنابه وضربته تانيك بالرقي هادي اللي نسيت باش نقولها ليش ضربوا بالرقي تانيك بالرقي اخي غير كما لعبنا فيه صح؟ لو كان خضر نورمال صح؟ أبلكم أراه كاريتا عليش ضربوا بالرقي يقدروا يرقدوا فيه سيدي موسا ويرحوا يتدربوا فيه بالرقي فهم يعني يعني قطعوا عليهم قطعوا عليهم كلش يعني ضربوا الملعب اللي قريبة للجزائر وبينهم تيزي وزو لان شوفوا الخريطة تيزي وزو كيفاش قريبة للجزائر يعني كانوا قادرين حتى تيزي وزو مازال ما استلموش ولكن في إطار منتخب الوطني كان حاضر يعني ملعب كان كامل مازال ما استلموش برد كان هاكدك وضربوا ضربوا تيزي وزو قريبة للجزائر ضربوا بالرقي بأنه داخل الجزائر يعني يقدروا يرقدوا فيه سيدي موسا ويروحوا يتدربوا فيه بالرقي وضربوا لهم سيدي موسا وضربوا لهم عن نابا اللي يلعبوا فيه باش يطرحوا الوهران امبوسيبل طرح الوهران ومبعد من وهران تعودوا لليل عن نابا رك شايف باش يطرحوا عليها القاضيات تبرقة ومبعد يبعتوا للأوباش باش يقول لك باللي جامل بالماضي خائن خرج من البلاد مباراة وذية ورائح لتبرقة ركوا شايفين فهمتوا روحوا شوفوا الخريطة تعرفوا الملعب اللي يضربوهم الملعب كامل اللي قريبة للجزائر ضربوها كامل ضربوها كامل وضربو الملعب اللي يطرحوا فيها كيفاش قصنطينها قريبة عن نابا بخاف شو وعن набا تقاس الملعب اللي رح نلعبو فيه اللي يمدين هالي في فو ولا تقدرش تغير و pluralتش تغير الملعب هنا نوازير اليوم يقول اهو هران ملاح قصنطينها الملعب فهي هران نلعبو فيه واهران في قصنطينها الكافرة هي عندها الملعب ت Pearlabah ضربتوا الملعبت عن نابا وضربتوه على التدريبات وضربتوه بالرقي باش ما يتدربش فيه وضربتوه تحت يزيوزولي انه قريب بزات الجهاز بل بزات كما ركوا تشوفوه في الخريطة الهناها بو جينا نتكلموا عن المباراة تع المتخب الوطني نتكلموا حبيت نحكي مع أخوتي يعني على اللاعبين نعطي رأيي في بعض اللاعبين نتكلموا في الموضوع هدايا مهم جدا والناس اللي راهي تقول لك ما تطبلوش لماذا انتمacer Yuri Say MASich River ستقولوا دатовك بدنا في سينيغال تضربنا بنا بنا يدربنا برا ا Hur ما انتم زيانا دوني غيرتونا ونضب لو انتم زيانا دوني يطبلوا estimular الماضيع راح يساقيل او راح يكيليه في المباراة تع السينيغال لا 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 سينيغال Έ فانتو Seinegale خلعتونا اقوي في إذريقيا ولا لا لا وانتم التعادل درتوا عليها الضتجة كبيرة ولا لا لا ثم التآدل ديروا الضجة كبيرة المواقع طب بضرة 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 برحل بم 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 مفلس تاكتيكيا تدير ورايكم وكين الربحون ما تخلوناش نفرحوا رك فاهم رك فاهم رك فاهم أخي المواطن أدي جديدة أخي المواطن قبل أحوظ بو خالتي سقسوني بزاف على سعيد بن رحمة سقسوني بزاف على زر وقي سقسوني على أي تنوري سقسوني على رامي بن سبعينيس سقسوني على بونجاس سقسوني على اللاعبين ماندريا يعني ماندريا خوطي الله يبارك ماندريا قرأني تكلمت عليها البارح في الفيديو الله يبارك ركوا شدتوا يعني عدك باش تفوز بمبارايات صعبة نتكلم صعبة تفوز بمبارايات صعبة لازم يكون عندك حارس وش هالوانا من اللي فتحتوا قناة هذه وانا النادي بحارس أنا كنت ننتاقد مبولحي كيف يلعبش برجل لأن كور الحديثة تلعب برجلك وشفنا كيف ماندريا يلعبوا مع هالكور الحديثة تلعب برجل بشي غريقوا هالو خافي ثرفشكي من بولحي مبولحي صح يشد وكذا صح ما عندوش ما يقدرش يلعب برجل خلينا مراوغة دار خطرة مراوغة ما يقدرش يلعب برجل مبولحي ما يقدرش ماندريا ركو شدتوا كيف حارس مليح وكيفاش يشد برجل يعني كسبناك حارس ما شاء الله نجول البنة رحمة على بني يقع رمي السنفية تخلم على ابنة رحمة لأن قالوا لي يحكي نعلم ابنة رحمة هل عجبك الأداء هل قدم مباراة مليحة شفنا تونائيات هو وآية نوري ولكن ما شفناش خطورة من سعيد بن رحمة يعني كينجوا نشوفوا المباراة كاملة بيكون صراحة كينجوا نشوفوا المباراة كاملة ما شفنا أي خطورة يعني زروقي شفناها داخل بديزوي التونائية هو وبونجح وقريب ماركة رك فاهم سعيد بن رحمة مازال يعني مقدر نقول لك دفاعيا كان هايل عجبني اليوم دفاعيا عجبني بارع خطلكم اليوم عجبني سعيد بن رحمة ما شهده هو سعيد بن رحمة بيراني ننتظره بشي قدم آداء يعني كي تحت انت شايبي باركزومب بالضبطنزانيا كي حتينا هالضبطنزانيا شايبي قدم آداء بعناني قدم آداءة وخطورة وليتر والعرضية وكذا سعيد بن رحمة هل باركزومب شدتوا عرضية هل شتو كونتراتاك سريعة اللي خرجوا مع القاردين ها نحتك مثل شتو عمورة يدخل بون عمورة دخل في بلاس بونجا بس شتو عمورة يدخل لكونتراتاك اللي كان يديرهم يعني سعيد بن رحمة ليس مغنع كان شب اللي دارت هنا ايه اللي باس تنائية شابين هو وقيت نوري لكن هل قدم خطورة هل قدم اشياء هل قدم اضافة اضافة في الدفاع ولكن اضافة في الهجوم ما قدمش اضافة في الهجوم هذا وشهده رأيي مجرد كل واحد عنده رأيه زروقي نقول لك خمسين 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 سترجع عدة كورات بيع كورات كذلك مع لا باليش أنا يدك لازم نقدر نقول لك زروقي أنا ما فهمت بالماضي وش من النقطة اللي ممكن ممكن باريزوب بالماضي راهو داير باريزوب زروقي الحاجة مهمة وهذه اللي راهو يسحقها فيها بالماضي وراهو يطبق له فيها تقول لي باريزوب باريزوب زروقي يقول لكم صراحة باريزوب شتو عدة مرات يعني كيد جه كورة مايروح للقدام نقطة مشو لازم عليها يروح للقدام هو مو الكورة يعو ما تروح للقدام الكورة يعو تروح مننا أو تروح مننا أو تروح هو يوقف يعودي مدها مننا أو يعودي يرجعها باريزوب يعطوله كورة في وسط الميدان يضغط على اللعب يعطوله الكورة يدور ديرك رك فاهم وش حبي تنقصد هذي مشو لها كاي النقطة دارها مليحة زروقي اللي يعودي يروح يشوف المباراة النقطة اللي دارها مليحة أنه كان يهبط أي تنوري ويهبط صاعد برحمة كان هو يكوبر عليهم وكوبر عدة مرات وبلوكة يعني بلوكة شوية يعني كانت كورة راجعين ولا مهاجمين باريزوم تحسين يقال راجعين بلوكاهم شوية بيكون صراحة على هذيك اللي قلت لك 50-50 شايبي شايبي يقدم مباراة مقبولة جدا تحرك التاع يعني محرز قلت لكم البارح انه اللاعب اللي محير بغوصار محير لأن من دك رياضة محرز باريزوم بلغم رغم العسس نقولوا انه باريزوم برياضة محرز بلقطة وحدة تكفي صح راني معاك صح هل هذا يقنعك انت سؤال من الطرحول المشاهد هل هذا يقنعك هل هذا هو رياضة محرز اللي تقدر تكلعليه هل هذا هو رياضة محرز اللي عجبت هل هذا هو رياضة محرز يعني بتقول ليش انه كبير في السن ما يقدر شي يجري نو او فغولي اخو فغولي 34 سنة نورمان مو الله يبارك اذا ما راني يشغال 34 و لا 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 اشتوك شي يجري كيفاش يحارب بتقول ليش كبير في السن يقدر يجري و يروا و يقدر يدير كل شي و ما راهو يدير في هذا شي ما راهو يدير في هذا شي عندنا بزاف مش في رياضة محرز في المنتخب اللي يخبطها في البارة يخرجها على القارديان بيعجوبة تخرجها على القادر يعني ناقص رياضة محرز قدم اساس مهم جيدا ولكن مشهد هو رياضة محرز قال لي يالله نحوص عليه يوسف عالطال رغم العودة من العصابة قدم اداء مليح سوف تود يفاع اكتر منه هجومي يعني نقول فاريز في العشرين دقيقة اللولانية يوسف عالطال ماني كان شوية يزغد وبعد يوسف عالطال بعد فاوات هذا الضغط عادي جدا يستالم كورة ماني كان يوزع و بعد حط ه في الجيب يعني عالطال ماني غلق عليه ديرك هذا فاغولي تكلم تعليه البارح فاغولي قدم مباراة حربية يعني حربية يقول جمال بالماضي يحب البلاد فاغولي يحب البلاد فاغولي ما يقول لك يحب البلاد يحب الجزائر يحب العلام يحب فاغولي ما يجيش باشي الاب وما ما يحبش الخسارة و كما يقول يقاتل بلاده ما تخسر محارب كي تقول محارب هو قال صلتات صلتات بالماضي قال في المؤتمر قال لهم هذلك صلتات هذلك اللاعب يعني يلعب بالقرينط فاغولي إمكانيات اللي عنده يلعب بالقرينط ما يسترجع من الكورات يعني الله يبارك فيه باش ما ننسوش كل نزيد و نتكلم و ليه رامي بن سبعيني رامي قام بالأدوار يعني نحش و كورات يعني من ذلك يكون الكورة عند كورة قتلكم الكورة يعني نلقى الأغلبية على أمين توا نعم في الديفونس يعني كانوا يدافعوا جماعيا لذلك اللي ما نقدر بار يقول لك رامي بن سبعيني يقدم أداء رائع جدا ولكن دار لي عليها لي ما دار عليها يقول ما قدم أداء رائع جدا مع انت كنا نكون فريق اللعب وننظم ونضغط 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 ونقض عدة مرات هذا كل مباراة لا كنا نشوف رامي بن سبعيني يعني كنا كنت كورة السينيغاليين نكون قاعد تحت يعني من بلوك كما قلو متقدم يعني من وسط الميدان ورجع لعبينته وانا قاعدت أمه يعني ما كانت حالة انفراضية بزاف ولا فهمته فرامي بن سبعيني قدم أداء لي عليه مع الزملاء تعه عيسى مندي عيسى مندي نفس الشيء نفس الشيء عيسى مندي القرينطة كانت كانت موجودة ريض محرز سيت ماشي نقول لكم وقلت هل دفاعيا عجبني يعني شفنا هذه القرينطة وشفت أنا بالماضي تكلم عليه شفنا هذه القرينطة اللي يروح ويضرب وكذا صافي بليزير شكون تاني كل ما تكلم عليه شكون تاني كل ما تكلم عليهم كامل لأنه هذا هو تقييم للعيبين ساعد بالرحمة لازم يمد أكثر من هات الشيء ساعد بالرحمة لازم عليه يمد أكثر زروقي عندنا وسط ميدان لو كان يعاودي ولي عوار باريزوب نشوف ولي عاودي ولي عوار يزيد عاودي ولي اسماعين بن ناصر مع فغولي يعني أكيد أكيد جدا أنه زروقي رح يكون ممكن بادئ رح يستعمل مثلا في مباراية وحدة أخرى ما رح يستعمل يعني أنت تشوف باريزوب مباراة كبيرة أكيد إذا كان بالناصر نحكي وكان واسمه عوار يعني وزيد فغولي فهمتوا وزيد بن طالب وزيد يعني وسط الميدان تعنا لعبين ما شاء الله ولاطاك بنجاح قلت لكم بنجاح عائد من الإصابة دار أحسن من لي دار محيوس في المباراة تنزانيا مباراة تنزانيا محيوس لا ضغط لا تحركات لأولو بنجاح دار راجع من إصابة لا يوجد مئة بالمئة دار ضغط لا يوجد ضغط كبير كبير الذي كان يدير من الزمن أكيد لأنه راجع من إصابة ودار تدريبات فرضية ديجاء هو ورمي بسم عيني هذا وش نقدر نقول لكم في وسمه صافي بليزي اللي ربحنا ومن حقنا نطبلو لا خرطو من حقنا نطبلو من قتلتونا بالتعاسر قتلتونا بالتعاسر ديروا حملة شارسة وكرهتوا البلاد كرهتونا في المنتخب نهائيا وكي نربحون نجونا فرحون تقولوا نانو ما تطبلوش العمل في صم على نعمل في صم وعلى كنتوا دايرين حالة أنتم ما تكون تعادوا البرك تاكلوا قليتوا الدمية نانو نعملو وسمعوكم بلي ما نطوش ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام